السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابناء وابنات الطلاب وطلابات الازهر الشريف. في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هعرفك شكل الامتحان الجديد بتاعك ايه? سنة عشرين اربعة وعشرين. هعرفك شكل الاسئلة. كل سؤال مطلوب منك في ايه? وكل سؤال درجته كام? السؤال الاول زي ما انت شايف ده وده عبارة عن محادسة. المحادسة دي نقصة ثلاث فراغات. كل سؤال من دول عليه درجة يبقى اجمالي الدرجات هنا ثلاث درجات. السؤال التاني read and complete the text with words from the following list. وده عبارة عن قدامك. ناقص اربع فراغات وجيب لك خمس كلمات بتكمل بهم التكست. كل نقطة من دول عليها نص درجة يبقى الاجمالي درجتين. السؤال التالت read the following then answer the questions. وده عبارة عن بسج قطع زي ما انت شايف وعليها خمس اسئلة. تلات اسئلة مقالية وسؤالين choice وسؤالين اختياري من البسج. اجمالي درجات القطع خمس درجات. درجة لكل سؤال. وهم خمس اسئلة يبقى خمس درجات. السؤال الرابع choose the correct word from a b c or d. وده عبارة عن اربع نقطة. كل نقطة عليها درجة. وده خاص بالتعريفات والسنانيمز والانتينيمز. وطبعا آآ لازم تكون ملمة بهم ومذكرهم كويس. السؤال الخامس complete the sentences with the correct form of the wordiest and breaks. وده السؤال الخاص بالجرامر او السؤال الخاص بالقواعد. عندك تلات نقطة. كل نقطة من دي عليها درجة. يبقى يجمالي السؤال تلات درجات. اما السؤال السادس راية a paragraph of six sentences on. وده طبعا كتابة باراجراف من ست جمل عن اي موضوع بيجبهولك. وده عليه طبعا تلات درجات. كده يبقى يجمالي درجات الامتحانة عندك عشرين درجة. وكده كمان لازم تبقى فاهم ان امتحانك بقى زي امتحان التربية والتعليم بالزبط. ولكن الفرق بين الاتنين ان عدد الاسئلة هنا اقل من عدد الاسئلة اللي في التربية والتعليم. اتمنى لكم انتوفيك جميعا. لو عندك اي مشكلة او عندك اي استفسار سبها لي في الكومينتس اللي تحت الفيديو وانا هرده لكم ان شاء الله. السلام عليكم.